إن شاء الله البروكة حرام ولا حلال البروكة إن كانت للزوجة فهي حلال واحدة لقدر الله تساقط شعرها أو لقدر الله بتاخد كيماوي فتساقط الشعر وأصبحت بلا شعر فهي تتزين لزوجها فهذا جائز إن شاء الله وكده كده يعني سبحان الله عندما تخرج في سفر أو في ترحال فهي تلبس الحجاب ولا يظهر من شعرها شيء فإن كانت للزوج فهي حلال طب إن كانت للمخطوبة يعني جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي تساقط شعرها ويأتيها خطاب فهل علي من وزر إن ألبست ابنتي أو وصلت لها شعرا قال النبي لعن الله الواصلة والمستوصلة من غش فليس منا من غشنا فليس منا أما سبحان الله الوحدة طبعا البنت كده عندما يأتيها الخاطب أول حاجة تعملها تجد أنها تلبس عدسة عدسة خضرة وسبحان الله باروكا كده شعر أسفر الولد يروح والخاطب يروح آه ده جاية من أوروبا وبعد ذلك ليلة الصباحية يجد أنها بلا شعر أقول من غش فليس منا فالبروكا للزوج حلال وللخاطب حرام طيب الستة البيض بعد العيد أي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنتم تابع الحلقة من الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله فأعانك الله على انفاز سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم